الرئيس بشار الاسد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صفا بحمص قيادة الجيش تعلن تطبيق نظام تهدئة لمدة 72 ساعة في الأراضي السورية سوريا تؤكد أن تفجير الحسك الإرهابي يأتي تنفيذا لسياسات مشغلين الإرهابيين وتطالب بإجراءات رادعة بحقهما مساء الخيرة أدى الرئيس بشار الاسد صلاة عيد الفطر المبارك في رحابي مسجد الصفا بحمص أو بحي طريق الشام بحمص من مدينة حمص قلب الجسد السوري أدى الرئيس بشار الاسد صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في رحابي مسجد الصفا بحي طريق الشام أدى الصلاة مع الرئيس الاسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد والمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حمص طلال البرازي وعادد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين مؤتمين بفضلة الشيخ عصام المصري وعاقب الصلاة استمع الرئيس الاسد لخطبة العيد والتي ألقاها الشيخ المصري وأكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطر المبارك والذي من معانيه العودة إلى الله عز وجل وإلى الحياة بقرب الله إن للعيد معانٍ وأهدافًا ساميةً في الإسلام فمن معاني العيد أنه عودةٌ إلى الله عز وجل إنه يوم الجائزة فإذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أنهنئوا فلالاً فإنه اصطلح مع الله إنه يوم الجائزة تنادي الملائكة على العباد في هذه الصبحية المباركة أغدوا لربٍ كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل سيادة الرئيس هذه هي أسرة الدينية في مدينة خالد بن الوليد ستبقى ملتفةً حولك تدافع عن وطنها ودينها كالجندي في خندقه بفكرها النير الصحيح وثقافتها المتنوعة الهادفة إلى حفظ إنسان الإنسانية وها هم علماء حمص يلهجون بالدعاء لجيشنا العربي السوري ولقائدنا الشجاع الذي حفظه الله وثبَّته من خلال هذه الأزمة وإن حمصة بنسيجها الطيب المعطاء الصامد ضرب أروع الأمثلة وأعظمها في الصمود في وجل الإرهاب وهم يستمدون منكم العزيمة والصبر لأجل أن تبقى سورية دولةً حُرَّةً عزيزةً يشعُّ منها نور الإيمان والحب وحضورك بيننا يا سيدي يؤكد تعافي مدينة حمص من الإرهاب وعودة الحياة إلى أسواق حمص وإلى أحيائها وإلى مساجدها وإلى كنائسها ورجوع الناس إلى بيوتهم كان شغلك الشاغل فلله الحمد والمنى بعد ذلك لهج الشيخ المصري بالدعاء إلى الله أن يحفظ سوريا وقائدها وجيشها وشعبها وأن ينصرها على الأعداء مترحماً على شهداء سوريا عسكريين ومدنيين وداعياً الله بالنصر للجيش العربي السوري وبالأخذ بيد الرئيس الأسد لما يحبه ويرضاه بتوجيهاً من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة زر العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام ووزير الدفاع زر جرح الجيش والقوات المسلحة في مشفى تشرين العسكري وذلك بمناسبة عيد الفطر بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة زر العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام وزير الدفاع جرح الجيش والقوات المسلحة في مشفى تشرين العسكري وذلك بمناسبة عيد الفطر ونقل العماد الفريج خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من ضباط القيادة العامة للجيش إلى الجرحة تهنئة الرئيس الأسف بهذه المناسبة متمنيا لهم الشفاء العاجل ولذويهم وأسرهم الخير والسعادة وفي أثناء جولته بالمشفى اطلع العماد الفريج على أوضاع الجرحة الصحية وظروف إصابتهم منوها بتضحيات الكبيرة التي بذلوها في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون عزته وكرامته وأعرب العماد الفريج عن اعتزاز السوريين ببطولات بواسر الجيش مشددا على تصميم رجال الجيش العربي السوري على متابعة مسيرة البطولات التي سطرها شهداء وجرح القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية وأثناء العماد الفريج على الجهود التي يبذلها الكادر الطبي في رعاية الجرحة والاهتمام بهم بدورهم أكد المقاتلون أنهم بأحر الشوق للشفاء والعودة إلى ساحة المعركة بمواجهة أعداء الوطن كما قام قادة المناطق العسكرية بمناسبة عيد الفطر بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الأسد على النصب التذكارية وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية بعد ذلك قام قادة المناطق بزيارة جرح الجيش والقوات المسلحة في المشاف العسكرية وهنأوهم بالعيد وتمنوا لهم الشفاء العاجل مؤكدين أن بطولاتهم وتضحياتهم هي ضمانة صون الوطن وركيزة الأمن والاستقرار على طريق تحقيق النصر المؤذر حسى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نظيره الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي على الإسهام في فصل المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة النصر وسائر الإرهابيين أكد الرئيسان بوتن وأوباما خلال الاتصال هاتفي أهمية استئناف الحوار السوري السوري تحت الإشراف الدولي أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تطبيق نظام تهديئة لمدة 72 ساعة في سوريا ولفتت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانه إلى البدء بتطبيق نظام التهديئة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية بدءا من الساعة الواحدة يوم السادس من تموز ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الثامن من تموز عام 2016 هذا وقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بالتهديئة التي أعلنها الجيش العربي السوري على كل الأراضي السورية ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أعرب عن أمله بأن يكون الإعلان بشيرا لإمكاني التوصل لاتفاق أكثر طموحا وصمودا وأضاف أن المناقشات تجري مع روسيا وغيرها لتحويله إلى هدنة دائمة داعيا جميع الأطراف لاحترام التهديئة وكانت وحداتهم من الجيش العربي السوري نفذت خلال الساعات الماضية عددا من العمليات النوعية ضد الإرهابيين من دير الزور إلى درعا يستمر تصدي وحدات الجيش العربي السوري للمجموعات الإرهابية على امتداد الجغرافيا السورية وحدات الجيش تصدت لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على محور حي الصناعة في مدينة دير الزور الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإرهابيين وتدمير آليتين لهم كما دمر سلاح الجو عددا من الدشم والتحسينات الإرهابي داعش في محيط جبل الثردة وحويجة صجر وقضى على أعداد من الإرهابيين وحدات الجيش وبعد أن سيطرت بالكامل على مزارع ميدعا في الغوطة الشرقية بريف دمشق سيطرت على عدد من النقاط الحاكمة والأبنية كما دمرت عددا كبيرا من دشم وتحسينات الإرهابيين وقضت على أعداد كبيرة منهم حيث باتت منطقة ميدعا نقطة انطلاق لتوسيع العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة بشكل يجعل المنطقة تحت السيطرة النارية الكاملة للجيش العربي السوري وحدات الجيش تصدت أيضا لهجوم شنه إرهابي داعش باتجاه نقاطه في محيط بلدة المبعوجة في ريف حماس شرقي الاشتباكات أسفرت عن إيقاع أعداد من القتلى والجرح في صفوف الإرهابيين وتدمير عدد من آلياتهم كما نفذت وحدات الجيش كمينا محكما على طريق بصر الشام وادي سبيدي في ريف درع الشرقي الكمين تم عبر تفجير تجمع للإرهابيين والاشتباك معهم ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفجير الإرهابية في الحسكة يأتي تنفيذا لسياسات مشغلي الجماعات الإرهابية من أنظمة الحقد والتطرف الحاكمة من قبل من كل في كل من الرياض وأنقرة والدوحة والدول الغربية المعروفة وذلك بغرض إطالة أمد الأزمة في سوريا وزيادة ألام الشعب السورية وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجير أضافت الخارجية السورية أن مجلس الأمن مدعو لاتخاذ الإجراءات الرادعة والعقابية والفورية بحق الأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ومنعها من الاستمرار في دعمه والعبث في الأمن والسلم الدوليين وفي جديد جرائم الإرهابيين بحق المدنيين السوريين ارتقى شهدان وأصيب تسعة مواطنين آخرين جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على حي المشرقى بمدينة حلب وبلدة الزهراء في ريفها فاد مراسل الإخبارية السورية في حلب بأن المجموعات الإرهابية استهدفت بقذائفتين صاروخيتين منازل الأهالي في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالية كذلك استهدفت مجموعات إرهابية حي المشرقى بقذائف صاروخية ما أدى إلى إصابة عددا من المواطنين بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة جولة لرئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان النائب عبد الحميد دشتي على المبعدين قسرا من دولهما وفي مؤتمر صحفي أعقب الجولة استعرض دشتي الأحداث التي جرت في المنطقة منذ نحو ست سنوات وخاصة في سوريا المنطقة تعيش مخاضا لعالم جديد لن يكون لمحور الشر ما كان فيه هذا ما أكده النائب عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي أمام المبعدين قسرا عن دولهم في إحدى العواصم الأوروبية وذلك خلال جولته عليهم لتفقد أوضاعهم ومعيشتهم بعيدا عن أوطانهم دشتي أكده أن اندحار المشروع الصهيوني الأمريكي ومختلف تنظيماته الإرهابية من المنطقة يعود إلى صمود محور المقاومة في كل من سوريا واليمن والبحرين والعراق ولبنان وعن الوضع المتأزم في البحرين أكد دشتي أن سلطات المنامة تزج بمئات الشباب في المعتقلات بأحكام ضلالية كما حدث مع المناضل الشيخ علي السلمان وفي حديثه عن الوضع في اليمن أكد دشتي أن صمود الشعب اليمني أحبط أهداف السعودية المعلنة وغير المعلنة التي أرادت أن تحقيقها من خلال ما يسمى بعاصفة الحزمة وعن معارك العراق أكد أن التباشير تحمل انتصارات للمحور المقاوم والجيش العراقي والحجد الشعبي الذي هبى على قلب رجل واحد وطهر الفلوجة وحررها وهو في طريقه إلى الموصل وكان لسوريا وشعبها الصامد نصيب وافر من حديث دشتي حيث أكد على أهمية صمود سوريا ومحور المقاومة للست سنوات واستعادتهم لمعظم المواقع من الشمال إلى الجنوب ندد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي بالجرائم التي ارتكبتها أو ارتكبها الإرهابيون في عدد من الدول العربية ومنها سوريا نتيجة مخططات حاكتها الأجهزة الاستخبارية في أمريكا وبريطانيا خدمة للكيانة الصهيونية أعرب سيد خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر عن أسفه لتأجيج نيران الحروب في سوريا واليمن وليبيا جراء تدخلات نجنبية منويها بإحياء الشعب السوري يوم القدس العالمي وكذلك مشاركة اليمنيين بهذا اليوم رغم ما يتعرضون له أكد خامنئي أنه إذا خانت بعض الدول القضية الفلسطينية فإن ذلك لا يمنع إيران من الدفاع عنها لافتا إلى أن الدفاع عن قضية فلسطين يقع على عاتق جميع الدول الإسلامية أكد مجلس الأمن الدولي وجوب محاكمة مرتكيبي ومنظيمي وممولي ورعاة الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة وقال المجلس في بيان إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين دعوات يوجهها مجلس الأمن الدولي إلى كل العالم حملت رسالة فحواها ضرورة محاربة الإرهاب وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا على خلفية تزايد الهجمات الإرهابية في مختلف دول العالم والتي كان آخرها تفجير في منطقة القطيف السعودية حيث أكد المجلس وجوب محاكمة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة الأعمال الإرهابية التي تستحق الشجب وتقديمهم إلى العدالة مجلس الأمن الدولي يرى في بيانه أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين وهو عمل إجرامي وغير مبرر بغد النظر عن دوافعه ومكان أو زمان وقوعه وأيا كان مرتكبه المجلس شدد على استحالة ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية وإنه يجب على الدول مكافحة الإرهاب بكل الوسائل مراقبون يرون في الهجمات الأخيرة للتنظيمات الإرهابية سواء في أوروبا أو في تركيا أو السعودية ارتدادا لهؤلاء الإرهابيين على داعمهم ومموليهم تتابعون معنا بعض الفاصل القوات العراقية تقضي على 85 إرهابيا من داعش في مناطق عدة ترجمة نانسي قنقر قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سؤدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى القوات العراقية تقضي على 85 إرهابيا من داعش في مناطق عدة تقرير لجنة التحقيق حول الدور البريطاني خلال غزو العراق يضع بلير ووزرائه في موقف محرج الاحتلال يفسد أجواء العيد في فلسطين المحتلة ورصاصه الغادر يطال أجساد عشرات الفلسطينيين أهلا بكم من جديد قدت القوات العراقية على 76 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تحرير منطقة تازنغورا شمال غرب الرمادي في محافظة الأنبار كما قتل 9 من إرهابي داعش بقصف جويا استهدف تجمعا لهم غرب الأنبار قصف سلاح الجو العراقي تجمعا لتنظيم داعش وأحبط تقدمهم باتجاه قضاء حديثة لشن هجوما على القطاعات العسكرية المتمركزة في المنطقة تم إفشال الهجوم حتى قبل وصول الإرهابيين إلى حدود قضاء حديثة أكد جون شيلكوت الرئيس لجنة التحقيق حول الدور البريطاني خلال غزو العراق عام 2003 أن تدخل العسكرية البريطاني كان خطأا أدى إلى عواقب خطيرة لم يتم تجاوزها حتى اليوم وإثراء التقرير أعلن محامون أنه يمكن اتخاذ وإجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزرائه والتفاصيل أكثر في تقرير يحيى كوسا انتهى الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق ولكن تداعياته لا تزال تخيم على المنطقة والعلامة فقد رحل الاحتلال وترك مكانه إرهابا تكفيريا أشد خطرا من الاحتلال ذاته تقرير جون شيلكوت وصف مشاركة بريطانيا بغزو العراق بالخطأ والغلطة التي ما تزال عواقبها قائمة حتى الآن وذلك في إشارة إلى تفشي آفة الإرهاب والفوضى في المنطقة إن قرار لندن المشاركة بغزو العراق لم يكن ضروريا ولم يحقق الأهداف وإن التحذيرات من تبعات التدخل البريطاني في الحرب العراقية لم تكن كافية والشعب العراقي يعاني بشدة جراء تلك الحرب والولايات المتحدة وبريطانيا أصبحت دولتين محتلتين للعراق في مرحلة ما بعد التدخل العسكري تقرير لجنة شيلكوت المكون من مليونين واستمائة ألف كلمة وبكل فتن تقدر بعشرة ملايين جنيه استرليني صوب على دور ومسؤولية توني بلير ودوره المحوري في قرار غزو العراق وتدميره وقتل شعبه وتشريده وتفكيك جيشه حيث إنه قام بتضليل الشعب البريطاني من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق وهو ما لم يتم إثباته أبدا بلير الذي يعتبر بالعرف القانوني مجرم حرب سارع إلى الرد على التقرير واستهان بالنتائج التي وثقها وتوصل إليها وأعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الغزو البريطاني للعراق سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو أعذاب وأعتقد أنه كان من الأفضل التخلص من صدام حسين وقبل كل شيء أحيي قواتنا المسلحة وأعرب عن أسف العميق إزاء الخسائر في الأرواح والحزن الذي سببته للعائلات تقرير شيل كوت في هذا التوقيت وإدانته للغزو الأمريكي البريطاني للعراق وثيقة إيخية مهمة تأتي في سياق تطورات دراماتيكية مفاجئة في السياسة البريطانية بدأت بتصويت مجلس العموم البريطاني ضد استهداف سوريا في أيلول عام 2013 وانتهت بالتصويت على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويبدو أن أساس هذا التغيير تزايد المخاوف من ظاهرة الإرهاب وخطرها على بريطانيا وبعد نشر التقرير البريطاني حول الحرب على العراق أعلنت عاليا نصيف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن نية اللجناء قامت دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي شركت باحتلال العراق وسيعقد البرلمان العراقي أولى جلساته بعد عيد الفطر بهذا الخصوص ويؤكد العراقيون أن التحالف الدولي احتل بلدهم دون مبررة وعمد إلى حل المؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بالدول المحتلة وتخطت اللجنة القانونية في البرلمان للتعني في التعويضات التي دفعها العراق للكويت لأن ذلك تم تحت البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات أصيب ثلاثة جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح جراء استضام سيارتهم بسيارة يقودها شاب فلسطيني قرب مدينة بيت لحم بالضفات الغربية وفي إصرار من الاحتلال على تغييب بهجة عيد الفطر السعيد أطلق المحتلون الرصاصة والغاز المسيل للدموع على فلسطينيين لدى اقتحامه مدينة دورا بقضاء الخليل ما أدى إلى إصابة 35 فلسطينيين بجروح وحالات اختناق ونبقى في إطار اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين فقد أصيبت فتاة بجروح خطيرة إثر إطلاق قوات الاحتلال أن نرى عليها عدم موقف حافلات قرب بلدة حارس غرب سلفيت في الضفات المحتلاء ضمن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني أصيبت فتاة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة رئيل شماري الضفة الغربية المحتلة بذريعة تنفيذ عملية طعن المزعومة فهو الأمر الذي نفاه شهود عيان تواجد في مصرح العديد من هذه الجرام وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ مطلع تشيين أول الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب إسرائيل المستوطنين على مواصلة اقتحام ساحات المجد الأقصى المبارك ومنذ ذلك التاريخ تتكرر جرائم إطلاق النار على الفلسطينيين بزعم تنفيذهم أو محاولاتهم تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال الأمر الذي أصفر عن سشهاد عشرات الشبان بينهم نساء تطورات تأتي للتضييق على الفلسطينيين لحملهم على الرحيل وفي هذا الإطار اخترت سلطات الاحتلال عائلة الشهيد محمد طريرة من بلدة بننعيم شرقي الخليل المحتلة بهدب منزلها والذي يقتنه ثمانية أفراد وكان الشاب طريرة قد نفذ يوم الخميس الماضي عمليات تعنم في مستوطنة كريات أربع المقام على أراضي الفلسطينيين الشرقي الخليل أصفرت عن مقتل مستوطنة وإسابة آخر بجراح خطيرة قبل أن يرتقي شهيدا برصاص الاحتلال اعتداءات على الشعب الفلسطيني تتزامنت مع اعتداءات على الأرض الفلسطينية حيث أعلن الكيان الصيوني عن مخطط جديد لإقامة أكثر من عشرين وحدة استيطانية إضافية في الضفة وكشفت مصادر عن استدراج وزارة الاستيطان في كيان الاحتلال عروضا لإقامة أربعين وعشرين وحدة استيطانية إضافية قرب مدينة الخليل جنوب الضفة يأتي ذلك بعد أيام من مصادقة حكومة كيان الاحتلال على إقامة خمسمائة وستين وحدة استيطانية إضافية في الضفة فيما تحدثت وسائل أعلام في الكيان عن موافقة رئيس حكومة الاحتلال على إقامة مائتين واربعين وحدة استيطانية في المدينة المقدسة ويأتي إصرار الكيان الصيوني على توسيع البؤر الاستيطانية بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية أن المخطط الجديد لكيان الاحتلال لبناء 890 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها سيكون من شأنه تقويد الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق السياسي مع الفلسطينيين وحول التقارير عن النوايا الاسرائيلية للدفع باتجاه بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي قال إنه في حال كان ذلك صحيحا ستكون عملية ممنهجة للاستيلاء على الاراضي والتوسع الاستيطاني وتشريعها بما يقوض افاق التسوية السياسية أكدت روسيا أن التحذيرات الروسية المتواصلة لتركيا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن اختباء ارهابيين على أراضيها كانت تقابل في الغالب بالتجاهل قال المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف إنه على مدى سنوات عديدة سلم الجانب الروسي معلومات عبر قنوات وأجهزة متنوعة إلى تركيا والاتحاد الأوروبي أغلبها معلومات استخباراتية بشأن وجود مشتبه بها بالإرهاب يحاولون الاندمام لمجموعات إرهابية وهم مختبئون على الأراضي التركية وعددا من الدول الأوروبية قدمت القنصلية القرغزية في اسطنبول طلبا رسميا إلى النظام التركي بتدقيق المعلومات بعد مزاعم لرئيس النظام التركي أردوغان حول تورط مواطن قرغزي في تفجيرة مطرئة ترك باسطنبول تنتظر الحكومة القرغزية ردا من جانب سلطات تركية خاصة وأن أنقرة لم تتقدم إليها بأي سؤال في هذا الشأن وكان أردوغان اتهم مواطنين متحدرين من جمهوريات دغستان الروسية وقرغستان وتجكستان بتورط بتنفيذ الهجمات في مطار أتاترك تتابعونا معنا أيضا في هذه الساعة الأخبارية الرئيس الفينزويلي يدعو إلى تعزيز سلطة الجيش لمواجهة الحرب المنظمة لليمين المدعوم أمريكيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحكم بالسجن على أمريكيين حاول الاندمام إلى تنظيمات ارهابية وتوجيه اتهامات لثالث بدعم داعش زخارفا تؤكد أن وسائل أعلى من غربية لا تريد إظهار الحياة الطبيعية في القرمة أهلا بكم من جديدة أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفترة المبارك في رحابي مسجد صفا بحية طريق الشام بحمصة من مدينة حمص قلب الجسد السوري أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفترة المبارك وذلك في رحابي مسجد الصفا بحية طريق الشام أدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد والمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حمص طلال البرازي وعادد من علماء الدين الإسلامي والمواطنين مؤتمين بفضلة الشيخ عصام المصري وعاقب الصلاة استمع الرئيس الأسد لخطبة العيد والتي ألقاها الشيخ المصري وأكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطر المبارك والذي من معانيه العودة إلى الله عز وجل وإلى الحياة بقرب الله إن للعيد معاني وأهدافا سامية في الإسلام فمن معاني العيد أنه عودة إلى الله عز وجل إنه يوم الجائزة فإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلالا فإنه اصطلح مع الله إنه يوم الجائزة تنادي الملائكة على العباد في هذه الصبحية المباركة أغدوا لربٍ كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل سيادة الرئيس هذه هي أسرة الدينية في مدينة خالد بن الوليد ستبقى ملتفةً حولك تدافع عن وطنها ودينها كالجندي في خندقه بفكرها النير الصحيح وثقافتها المتنوعة الهادفة إلى حفظ إنسان الإنسانية وهاهم علماء حمص يلهجون بالدعاء لجيشنا العربي السوري ولقائدنا الشجاع الذي حفظه الله وثبته من خلال هذه الأزمة وإن حمصة بنسيجها الطيب المعطاء الصامد ضرب أروع الأمثلة وأعظمها في الصمود في وجل الإرهاب وهم يستمدون منكم العزيمة والصبر لأجل أن تبقى سورية دولةً حرة عزيزةً يشع منها نور الإيمان والحب وحضورك بيننا يا سيدي يؤكد تعافي مدينة حمص من الإرهاب وعودة الحياة إلى أسواق حمص وإلى أحيائها وإلى مساجدها وإلى كنائسها ورجوع الناس إلى بيوتهم كان شغلك الشاغل فلله الحمد والمنى بعد ذلك لهج الشيخ المصري بالدعاء إلى الله أن يحفظ سوريا وقائدها وجيشها وشعبها وأن ينصرها على الأعداء مترحما على شهداء سوريا عسكريين ومدنيين وداعيا الله بالنصر للجيش العربي السوري وبالأخذ بيد الرئيس الأسد لما يحبه ويرضعه بتوجيها من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة زر العمادة فهد جسم لفريج نائب القائد العام وزير الدفاع زر جرح الجيش والقوات المسلحة في مستشفى تشريين العسكري وذلك بمناسبة عيد الفطراء بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة زر العماد فهد جسم لفريج نائب القائد العام وزير الدفاع جرح الجيش والقوات المسلحة في مشفى تشريين العسكري وذلك بمناسبة عيد الفطر ونقل العماد لفريج خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من ضباط القيادة العام للجيش إلى الجرحة تهنية الرئيس الأسد بهذه المناسبة وتمنيا لهم الشفاء العجل ولذويهم وأسرهم الخير والسعادة وفي أثناء جولته بالمشفى اطلع العماد لفريج على أوضاع الجرحة الصحية وظروف إصابتهم منوها بتضحيات الكبيرة التي بذلوها في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون عزته وكرامته وأعرب العماد لفريج عن اعتزاز السوريين ببطولات بواسر الجيش مشددا على تصميم رجال الجيش العربي السوري على متابعة مسيرة البطولات التي سطرها شهداء وجرح القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية وأثناء العماد لفريج على الجهود التي يبذلها الكادر الطبي في رعاية الجرحة والاهتمام بهم بدورهم أكد المقاتلون أنهم بأحر الشوق للشفاء والعودة إلى ساحة المعركة بمواجهة أعداء الوطن كما قام قادة المناطق العسكرية بمناسبة عيد الفطر بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الأسد على النصب التذكارية وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية بعد ذلك قام قادة المناطق بزيارة جرح الجيش والقوات المسلحة في المشافي العسكرية وهنأوهم بالعيد وتمنوا لهم الشفاء مؤكدين أن بطولاتهم وتضحياتهم هي ضمانة صون الوطن وركيزة الأمن والاستقرار على طريق تحقيق النصر المؤذر أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تطبيق نظام تهدئة لمدة 72 ساعة في سوريا ولفتت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيانة إلى البدء بتطبيق نظام التهدئة في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية بدءا من الساعة الواحدة يوم السادس من تموز ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الثامن من تموز عام 2016 هذا وقد رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بالتهدئة التي أعلنها الجيش العربية السورية على كل الأراضي السورية ذكرت ويكات رويترز أن وزير الخارجي الأمريكي جون كيري أعرب عن أمله بأن يكون الإعلان بشيرا لإمكان التوصل لاتفاقا أكثر طموحا وصمودا وأضاف أن المناقشات تجري مع روسيا وغيرها لتحويله إلى هدنة دائمة داعيا جميع الأطراف لاحترام التهدئة أصدر المدعون الفيدراليون في مدينة نورث كارولينا الأمريكية أحكاما بسجن لثماني وتسع سنوات على التوالي بحق الأمريكيين إيفن مارسليس براون وعقبة جهاد جوردن وهما من نورث كارولينا تم اعتقالهما قبل تنفيذ خططهما بالتوجه إلى سوريا أو اليمن للانضمام إلى تنظيمات إرهابية هناك قال المدعون إن الأمريكيين أدنا بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب وقد أصدر القادي لويس فالاقان أحكاما بالسجن عليهما تصل إلى ثماني وتسع سنوات على التوالي وأشار المدعون إلى أن الشخصين أخبرا شخصا في مكتب التحقيقات الفيدرالي بنيتهما القتال في صفوف تنظيمات إرهابية بينها داعش والقاعدة وفي السياق نفسه وجهت أسلطات في مدينة أليكسندريا بولاية فرجينيا اتهاماتا إلى محمد جلوح وهو جندي سابق في الحرس الوطني الأمريكي بالتآمر لدعم تنظيم داعش والإعداد لشني هجوم على غيرار الهجوم على قاعدة فورث هود العسكرية الأمريكية أصدرت محكمة بلجيكية أحكاما بسجن على أربعة أشخاص تصل إلى ستة عشر سنة بتهمة إدارة خلية أرهابية أقدت محكمة بروكسيل بسجن مروان البالي وصهيب العبدي ومحمد أرشاد لمدة ستة عشرة سنة لكل منهم فيما حكمت على الرابع وهو عمر دماشي لثمانية أعوام وهم من بين ستة عشر شخصا أدينوا لكونهم أعضاء أو متزاعمي خلية أرهابية كما أدن بعضهم بتهمة التخطيط لهجمات وقعت في كانون الثاني من العام الفين وخمسة عشر ولا يزال تسعة منهم طلقاء دعا الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو إلى تعزيز سلطة الجيش الوطني لمواجهة الحرب المنظمة التي يشنها اليمين في البلاد بدعم من الولايات المتحدة وفي كلمة خلال عيد الاستقلال في كاركاسا قال مادورو إنه يجب أن يكون هناك سلطة عسكرية أكبر من أجل خوض ما وصفها بالحرب غير التقليدية في فنزولا بغية تطويق الحرب الاقتصادية المنظمة من قبل اليمين وأوساط الأعمال بدعم من الولايات المتحدة والتي تنعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد بينما أكد وزير الدفاع الفنزولي فلاديمير بادرينو لوبيز أن الجيش ينفذ الأمر الرئاسي لنشر القوات الخاصة ضد القوات شبه العسكرية والعصابات الإجرامية والحرب غير التقليدية انتقدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا رفض بعض وسائل الأعلام الغربية القيام بجولة صحفية في القرم مرجحة أن يعود ذلك إلى عدم رغبتهم في إظهار الحياة الطبيعية في القرم قالت زخاروفا من منطقة أرتيك في جنوب القرم إن العديد من الصحفيين الأجانب وافقوا على زيارة القرم بسرورة لكن هناك من وافقوا في البداية ثم امتنعوا عن الزيارة مضيفة أن سياستهم التحريرية ربما لم تسمح بذلك ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الخطط السياسية للغرب بمحاولة تشويه الواقع في القرم قبل الختام تذكير بالعنوين الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفتر المبارك في جامع الصفة بحمص قيادة الجيش تعلن تطبيق نظام تهدئة لمدة 72 ساعة في الأراضي السورية سوريا تؤكد أن تفجير الحزكة الإرهابية أتي تنفيذا لسياسات مشغلين الإرهابيين وتطالب بإجراءات رادعة بحقهما القوات العراقية تقضي على 85 إرهابية من داعش في مناطق عدة تقرير لجنة التحقيق حول الدور البريطاني خلال غزب العراق يضع بلير ووزرائه في موقف محرج الاحتلال يفسد أجواء العيد في فلسطين المحتلة ورصاصه الغادر يطال أجساد عشرات الفلسطينيين هذه ساعة الأخبارية انتهت شكرا لكم على طيب المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير اشتركوا في القناة